حديث كعب بن مالك رضي الله عنه يروي كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قد تخلف في من تخلف عن غزوة تبوك فلم ينفر في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من أصحاب الأعذار قال لما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه عائدا من تبوك حضرني ندمي وحزني وصار الكذب يراودني وأقول بما أعتذر إليه غدا حتى أخرج من صخطه فعرفت أني لن أخرج منه أبدا لشيء فيه كذب وجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال لي ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرك أي راحلة لك تحمل عليها أثقالك في السفر فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر ولكنني والله قد علمت أني إن كذبت اليوم كي أرضيك عني فإن الله سيسخطك علي وإن صدقتك فغضبت مني فإني لأرجو بهذا الصدق عفو الله يا رسول الله والله ما كان لي من عذر ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وجاء رجال من بني سلمة فقالوا لي أعجزت أنت تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فيستغفر لك رسول الله كما استغفر لهم قلت لهم هل قال مثل الذي قلت أحد قالوا نعم رجلاني قالا مثل قولك وقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا تبن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي قال كعب مرارة وهلال قد ذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا وإن فيهما لأسوة قال فمضيت حين ذكرهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلام ثلاثتنا من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس ولم يكلمون فلبثنا على ذلك خمسين ليلة وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي إلى رسول الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين أتاني رسول من رسول الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أأطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلبثت بذلك عشر ليال ثم صليت صلاة الفجر على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس وقد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ بأعلى صوته يقول إن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج قد أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر